أشواق جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياس الخبر من قلب الحدث الشباب ومستقلة الشباب ومستقلة تحيلة واسلاعه الآن تحيلة واسلاعه الله 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 كانت مشاركة جميلة أقدست غير فوقت قياس يعني تلتيان في ظرف تلتيان ولكن دست أدنسي ذاك شي زوين على الأستة تبارك الله لدرب وفعلا يعني مسترحيك توصلني ته رسائد واقعية بسم الله الرحمن الرحيم أرضو المغلي عضو الجمعية الإسلامية الخيرية لدار الطالبة بمناسبة هذه الأيام التقافية الرابعة لدينا هذا الحفل الاختتامي لتوجه أحد الأيام للأنشطة ثقافية فيها كان فيها معرض الرسم واناتورية دسان النزلاء والنزلات وكانت ندوة وكانت أمسية شعرية وكانت تحسيس ندوتها تحسيسية أضرار التدخين جديد في هذه الدورة أنه خرجنا من هذا النطاق الذي كان المنزل أول شيء جديد بعدها هو أنه أول مرة كانت شاركة ما بين دار الطالب ودار الطالبة أننا حاولنا أن نسجوا مجهودات ديولنا ونقدموا للنزلين والنزلات واحد الجو عائلي وخاوي بناتهم هذا الدورة التي تعرفتها هي خدت واحد طابعة أنه النزلاء والنزلات هم اللي يزون أي ميل اسواغي تبارك الله أقدروا لنا نزلاء دارونا واحد مصرحية كانت من تعطير أستاذ موراد وكانت الحمد لله مصرحية وكانت ضيق الوقت وكانت معا كانت لو أطلاء ودك شيء ولكن الحمد لله أنهم داري خدت واحد الرضا وواحد الإقبال من عند القاع للحاضرين يحسوا بروسهم أنهم كفاعلين يسلطاكم من غير دي سبكتاتور للناس كانوا نحن نوريوهم بالعكس أنهم لا يشاركوا بأنشطة ديالهم ويقولوا بأكتور وهذه هي أحسن طريقة باش ندامجوا في الواسطة الاجتماعية بسرعة أكبر وبقوة أكثر ترجمة نانسي قنقر بسم الله الرحمن الرحيم أولا فيما يخص الأيام الرابعة للتقافية اللي ديس في دار الطالب هاد سنرتقينا على أساس أننا ندلوا شراكة مع دار الطالباء لأننا نحسينا بأن دار الطالباء كان عندهم شيء نقص من هاد الأيام التقافية وحاولنا على أساس باش يكون يحسوا لولدات والبنيات دي دار الطالب يحسوا بأن راه هناك أناس كي يجريهم من وراء ديالهم باش يكسافيهم أغيب الدراسة ديالهم نشتغلوا ليلة المهارة لكي نوفروا جميع الإمكانيات باش يعيشوا هاد الولدات باش يتفروا الدراسة ديالهم هاد الأيام التقافية الرابعة كانت عندها خصوصية خصوصية دياله هو أننا كنا نشتغلوا في دار الطالب جميع الأيام التقافية دياله في دار الطالب ولكن كنت كتبقى الإشعاع دياله يبقى منحصير على دار طالب ارتقينا على أساس أننا نخرجوا من دار طالب باش نبلغوا الجديدين او ساكنة الجيدة هاد نزلاء ركيني الناس دار الطاليب كين المعززين كين الناس محتاجين لهم ومحتاجين للزيارات ديالهم ومن هادل النبر ديالكم كانوا الجهنداء الجميع الغايرين عمل ديالجيدة على اساس يديروا زيارات متتالية لدار الطاليب. احنا هدي بادرة الاولى خرجنا من دار الطاليب باش نديروا الاشعاع. كانتمنوا على الدورة المقبلة يكون اشعاع وصل ويكون مشاركة ديال جميع الجماعات القروية ولا المحلية بزيانة 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 سي عمر هدي احشى من العيش لسانة وانا احتام لها المدير دار الطاليب. والحاجة الوحيدة في السنة لها المدير الخدمة. والتعب ديالي هي الانتسام لنحن نشوف على وجه الأطفال. بارد الله عني لديك تزويني. هدي انا سهلكم. وان معنا بكل خالي صعلي جديد. وحاولي بمعنا بكل. انا بعمل شعب من الوقت. مشاهدين. السلام عليكم ومرحبا بكم في برنامج حكاية. عبرالية وليكم. فضل برنامج. قد نتعرفوا الحكايات عن دراك. ومعناتهم والظروف ديالهم. بعدها نتعرفوا اليوم في الأول. انا اسميتي عبد الراحم. في عمر 11 سنة. نكمل قناتي السنة. نتنقل الراسل هنا في الصوت. انا اسميتي عشر. في عمر 11. انا اسميتي عزيزي. الله يجري اليوم وليس لدينا. انا اسمي انا اسمي. قبل ما تخرجوا. لا تنسوا ابنوا في الشيء يوتيوب. وتشاهدوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل اجتماعي. و لا تنسوا ديرو الجام.